السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدادي إن شاء الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت اكسرسايز استامرينات على المفردات دي الدرسين الأول والثاني من الوحدة التامنة من كتاب باي بيت بداية من صفحة 60 وأول سؤال بيقول رقم واحد بيقول هنا الماء اللي هو بيكون موجود في البحر بيكون ايه سويت حلو المزاق سبيسي متبل جوسي عصيري أو كسير العصارة طبعا ما البحر بيكون ايه سلطي بيكون مالح رقم اتنين نقطة ده بيكون مثال للوجبات السريعة عايزين نشوف هنا ايه ايه هو المسال للوجبات السريعة تشيز الجبنة مكارونا بيتسا ولا كيك طبعا البيتسا هي المسال للوجبات السريعة او الاطعمة السريعة رقم تلاتة سفنج هاز لطس اف فات بيحتوي على كتير من الدهن ان شجر وكمان السكر ان ات بداخله ان ات اسفيري وبيكون ايه جدا سفنجل الكيكة الاسفنجية وبيكون ايه جدا هاي عالي سويت حلو المزاق سلطي مالح شورت قصير طالما بيحتوي على كتير من السكر اكيد هو سويت يعني حلو الطعم او حلو ايه حلو المزاق رقم اربعة فلافل اسريلي نقط ان ات اسفري بابولار ان اجبت وبعدين تكون وبعدين بتكون بابولار يعني شعبية جدا ومشهورة ومحبوبة في مصر يبقى فلافل بتكون ايه جدا طبعا بتكون هوريبل سيئة ترابول فضيعة بات سيئة دلشيس بتكون لذيزة لان بيقول لي مشهورة ومحبوبة في مصر اكيد هي لذيزة او طعمها لذيز رقم خمسة الناس كتيرة بيكون ايه لديهم لديهم حساسية نقط صال لذلك عشان كده بيكلوش الكيكة ابدا عندهم حسية من ايه بقى بيتزا ولا نطس المكسرات الصلط ولا صلط الملح طبعا اكيد عندهم حسية من المكسرات عشان كده ما بيقدروش ياكلوا ايه ياكلوا الكيكة رقم 6 انا بحب تناول ايه فروتز لايك بحب ااكل الفاكهة ايه اي نوع يعني من الفاكهة لايك زي لايك يعني مثلا مثلا البطيخ ان اورنج صول برتقال البطيخ والبرتقال ذو الفاكهة ايه سبايسي متابلة صلطي ملحة تسلس ملهاش طعم ولا جوسي عصيري او كسيرة العصارة طبعا عصيري او كسير العصارة زي البطيخ وزي اورنج صول برتقال رقم سبع اي ام نقطة فش انا ايه من السمك لما باكل سمك بيخلينا امرض بيخلينا مريض تمام يبقى انا عند حساسية يبقى اي ام ادكتد مضمن بوبولر شعبي الارجيك حساسية ردي جاهز ومستعد يبقى انا لدي حساسية من السمك كل ما اكله بمرض رقم تمانية ا نقطة از اسمول امونت يعني بيكون كمية صغيرة افض من الطعام بتؤكل بين الوجبات ايه الكمية الطعيمة ايه الكمية ايه الكمية القليلة من الطعام اللي بتؤكل بين الايه بين ميلز بين الوجبات الكمية من الطعام اللي بتؤكل بين الوجبات يقصد هنا سنيل كوكا سناك وجبة خفيفة سنيك صعبان سمك يدخن او ضخان طبعا يقصد هنا الوجبة الايه الوجبة الخفيفة وجبة خفيفة بيعباره عن كمية بسيطة كده من الطعام بناكلها بين الوكبات الأساسية اللي هي الفطار والغداء والعشر رقم تسعة ساموسة اللي هي الساموسة بتحتوي على خضروات ايه بداخلها بلاستيك والترابلسي سبيسي متبل سبرينج الربيع طبعا بتحتوي على الخضروات سبيسي خضروات متبلة او بيها توابل بداخلها رقم تمانية انا ايه من نطس من المقصرات ينبغى علي ان انا اعتني بما اكله لان انا عندي حساسية من المقصرات يعني لدي حساسية من المقصرات لازم ان انا اعتني بالحاجة اللي انا اكلها رقم حداشر قابلت تلاتة من ايه من اصدقائي قابلت تلاتة من اصدقائي نقط مايوي هم عايز يقول في طريقي للمنزل اسمها ايه في طريقي الى رقم اتناشر يعني الجزر والبطاطس بيكونوا ايه فروت فاكها نطس مقصرات خضروات ميت لحوم طبعا دي بتكون خضروات رقم تلاتاشر احنا بنستخدم ايه عشان اللي احنا بنستخدمه ده يدي للطعم مزاق او طعم سبيشال طعم خاص بنستخدم ايه بقى بنحطه على الاكل كده سبيسيس توابل ستارزنجوم سكاي السماوات سبيسيس فضاء او مساحات طبعا يقصد هنا ان احنا بنستخدم الايه بنستخدم التوابل بنحطه جده على الاكل بتدي ريحة وطعم حلو الاكل رقم اربعتاشر بيقول ايه ذات بيس اوف ميت هذي بيس القطع هذي القطع من اللحوم از ريلي نقط بتكون ايه جدا اي كانت ايت ات ما قدرش ان انا كلها يبقى بتكون ايه طالما قال لي ما قدرش اكلها بتكون دريشوس لذيذة سلطي مالحة مالحة كتير يعني بوبولار محبوبة ومشهورة ولفزت سريعة طبعا متكون سلطي مالحة مالحة كتير فانا مش هقدر ان انا ايت ات ان انا اتناولها او ااكلها بعد كده عنديلي هنا صفحة اتواحد وستين بيج سيكس يورم بيقول لي ايه بيقول لي هنا رقم خمستاشر نقط فود الطعام ايه از بيربيرت كوكلي يعني يعد او يعني بيتم تجهيزه كوكلي يعني بسرعة يعد او يجهز او بيتم تجهيزه كوكلي بسرعة وعادة بيكون ايه انهيلثي بيكون غير صحي عادة غير صحي ايه الطعام اللي بيعد او بيتم اعداده تجهيزه بسرعة وبيكون غير صحي طبعا الطعام او الوجبات السريعة فست فود اللي هي الوجبات الايه ده بيكلمنا عن الوجبات السريعة. رقم ستاشر انا دايما باكل السمك مع الباستا مع الماكارونا. لقين ده بيمدي جسمي بايه او بيديني ايه? بيديني شجر سكر سنو تالج سويت حلوة ولا انرجي. طبعا بيديني طاقة. بيديني كده طاقة وبيزود جسمي بيه الطاقة. رقم سبعتاشر يشوت بوت ذا برد. ينبغي ان تضع برد الخبز. ان اهوت نقاط فايف او فور فايف منتس. لمدة كام? لمدة خمس دقايق. لازم تحط الخبز في الفرن كده لمدة خمس دقايق. في فرن ساخن اوفن. اللي هو الايه? الفرن. فرج التلاجة سكريني الشاشة لاب توب طبعا هتحطه في فرن ساخن. رقم 18 حبيبة لايكس. حبيبة بتحب نوات فودز القطعمة ايه? لزلك شي ادز ماتش بيبر تو هير فود. عشان كده هي يعني بيضيف هي بتضيف كتير من الفلفل للطعام بتاعها. هيبقى بتحب الطعام ايه? الطحام اللي هو سويت الحلب. ده هو بيقول بتضيف الفلفل. سبايسي متبل. شجر سكر. فول شبعان ممتلق. طبعا بتحب الطعام اللي هو السبايسي. سبايسي يعني متبل. بتحط عليه فلفل ايه? كتير. سبايسي متبل.